وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما زلنا أخوة الكرام نتكلم عن العافية في القدمين وقلنا أخوة الكرام أن الإنسان العافية في القدمين أن يعطيك الله تعالى قدمين سالمتين صحيحتين عافيتهما أن تمشي بهما في طاعة الله تعالى العافية في القدمين أن تمشي بهما في طاعة الله تعالى أي أن كانت هذه الطاعة يعني من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق تمشي إلى المساجد تمشي إلى إصلاح ذات بين تمشي إلى مساعدة الفقراء والمساكين إذا بعي نوع من المساعدة تمشي إلى طلب العلم تمشي بهما تطوف بهما البيت تسعى تقف بين الصفا والمروى تقف على عرفات كل ذلك أخوة الكرام من المشي تمشي بهما في طاعة الله وهذا المشي أخوة الكرام هذا مكتوب للإنسان يعني يكتب الله تعالى الإنسان مشيه الذي مشاه إلى طاعته سبحانه وتعالى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة يعني الذين يمشون لصلاة الفجر يذهبون إلى المساجد لأداء فريضة الله عز وجل أيضا أخوة الكرام يعني الأعمال الصالحة تأتي يوم القيامة شاهدة لأصحابها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة كيف تأتي شاهدة لأصحابها فقال سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب يعني أحاطت به ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم يعني شفت هذه الصلاة التي كان يمشي صاحبها برجليه السالمتين المعافتين كان يمشي بهما إلى طاعة الله سبحانه وتعالى يمشي بهما إلى الصلاة هذه الصلاة التي مشى إليهما هذا الإنسان ارتغاء مرضات الله جاءته يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاءته تشهد له فجاءته صلاته فاستنقذته منهم يعني من ملائكة العذاب أيضا أخوة الكرام العافية في الرجل أي لا يسعى بها الإنسان إلى معصية الله أي أن كانت هذه المعصية لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سوف يستنطق هذه الأعضاء وتشهد على أصحابها أو تشهد لأصحابه يقول الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فهذه الأعضاء سوف يستنطقها الله سبحانه وتعالى فتشهد على الإنسان أو عليه وكذلك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطى كل شيء وقال الله سبحانه وتعالى أيضا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فالعافية في القدم أن لا يمشي بها الإنسان إلى معصية الله سبحانه وتعالى وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إذا كان منع الله تعالى أو حذر من المشي بالقدمين أو المشي إلى معصيته فإنه سبحانه وتعالى أمر بالمشي إلى طاعته والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باستغلال هذه الأعضاء في طاعة الله كما ذكرنا قبل أقليل لأنها مستنطقة يعني سوف يأمرها الله تعالى فتنطق ويتشهد لصاحبها أو على صاحبها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن التسبيحات بالأصابع يقول وليعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات يعني سوف يسألها الله وسوف يستنطقها الله تعالى فتتكلم وتشهد كذلك أخواني من العافية في القدم في الرجل ألا يمشي بها الإنسان بالنميمة يمشي بها إلى نقل النميمة من هنا ومن هنا النميمة أن ينقل الإنسان الكلام من فريق إلى فريق ليشعل النار بينهما وثم يخرج هو من المسألة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا عليه الصلاة والسلام عندما مر على قبرين ثعين فذكر أنهما يعذبان قال وما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في كبير فيما يعتقده الناس بلى إنه كبير كبير عند الله عز وجل لأنه أما أحدهما يعني صاحب أحد القبرين أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة كان يمشي بالنميمة فعذبه الله تعالى في القبر ويخفى عليكم النميمة من كبائر الذنوب والمعاصي فهو كان يمشي بهاتين القدمين إلى إشعال النيران إشعال نير الفتنة بين فريقين بين قبيلتين بين زوجين بين أخوين بين حبيبين حتى من أجل أن يشعر النار بينهما ثم ينسحب فهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب في قبره أما الآخر فكان يسعى بالنميمة كذلك يا أخوة الكرام الذين يعني يمشون إلى إثارة الإشاعات يعني في دنيا الناس ودنيانا اليوم في هذا الزمان كثير تطلع من كثير من الناس يسعى بالنقل الإشاعات ونشرها وهي الأخبار الكاذبة والتي يعني يريد بترويع الناس فقط وخلخلت المجتمعات ووضع يعني إحداث مشاكل في المجتمعات بشكل خوف والفزع وهذا كله هو العياذ بالله مما يعني يعني يؤاخذ الله تعالى عليه هذا الإنسان الذي مشى بهذه الإشاعات يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم يمشي البعض من الناس بما يفسد القلوب ويقطع الصلاة والأرحام يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال المشاؤون بالنميمة يعني أشر الناس الذين يمشون يا أخواني من أجل إشعال نار الخصام والخلاف بين الفريقين أو بين اثنين ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء والعنت وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كفى بالمرء إثما بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع البعض أخواني يسعى إلى نشر بالكذب إلى والعياذ بالله لمآربه يعني لمآرب يريده هو أو مصالح دنيئة أو ساقطة يذهب يسعى إليها عياذا بالله كذلك الله توعد هؤلاء توعد هؤلاء الذين يسعون أو يمشون إلى نشر الإشاعات والكذب في مجتمع المسلمين يقول الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة المرجفون هؤلاء هم أهل الإشاعة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا والمرجفون كما قلنا هم ناقلوا الأخبار الكاذبة وهم ناشروا الإشاعات يخوفون الناس ويقلقونهم ويحدثون خلخلة في المجتمع لمآرب أخرى يعني يعلمه الله يقول الله تعالى إن الذين يحبون الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يعني هذه إخواني من هذا الذي استغل هاتين القدمين في غير طاعة الله هذا الذي تنكر لنعمة الله هذا الذي لم يعترف بنعمة الله عليه بهاتين القدمين يعني الله تعالى عافاه وأعطاه هاتين القدمين ليسعى بهما إلى الخير فسعى بهما في الشر بينما يعني الله تعالى حالة بين هذا المشي وهذه العافية عند أقوام أو عند عباد من عباده لحكمة أرادها الله تعالى لكن هذا الذي عافاه الله تعالى فمشى بقدمه إلى السوء نسى الله سبحانه وتعالى فأنساه الله نفسه كذلك يا أخوة الكرام من العافية في القدم ألا يمشي الإنسان بهما مشيت المتكبر يعني بعض الناس يستعلي بعافيته بصحته على من ابتلي أو ابتلاه الله تعالى بمرض في رجله أو عرج أو عدم استطاعة المشي السريع يعني كأنه يستعرض كما نقول عضلات أمام هذا الصحيح أو هذا المريض أو هذا المبتلى يعني من العافية في القدم ألا يمشي الإنسان مشيت المتكبر أو يمشي مشيت المستعلي على من ابتلاه الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء يعني يسحب ثوب من الكبر من الكبر يعني المتكبر بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف الله خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة بسبب استعلائه واستكباره على الناس هذا آخذه الله تعالى وخسف الله تعالى به الأرض كذلك يعني الإنسان أيضا يحضر من مشية المتكبرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه مشية يبقضها الله ورسوله وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في حلة تعجبه يعني في لبس الثياب والعافية فأعجبته نفسه بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة فليمشي الإنسان يا أخوتي الكرام مشية المتواضعين ومشية المتقين ومشية الذين يقدرون نعم الله عليهم إذا عفاك الله في قدمك فاتق الله تعالى واشكر الله تعالى وهذا الشكر يكون بالمشي والسعي في طاعة الله تعالى واحذر من أن تسير والعياذ بالله وتسعى في غضب الله وسخطه يعني كذلك مشية عباد الله الصالحين يا أخواني المتواضعين هم الذين إذا رأوا المبتلاء ذكروا الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه هاتين القدمين التي أعفاك الله تعالى بهما سوف يعني يسألك الله تعالى عنهما وكما ذكرنا سوف يستنطقهما الله تعالى فلتكن يا أخي الكريم هاتين أو هاتان القدمان شاهدتان لك فلتكن هاتان القدمان شاهدة لك يوم القيامة بين يدي الله تعالى عندما يستنطقها الله تعالى وكل أعضائك عندما يستنطقهم الله تعالى يستنطق الأعضاء يعني يشهدون لك بأن بأنك مشيت بهما إلى طاعة الله بأنك لم تبطش بهما فقيرا ولا مسكينا ولا تظلم بهما ولم تسعى بهما إلى أي شيء مما يسقطها الله تعالى عروة بن الزبير كأنه رضي الله عنه يعني أصابه مرض فأراد أن يعني الطبيب أن يقطع رجله فقطعت رجله ثم جاء له بهذه الرجل ويعني قبلها وقال وقال الحمد لله أو يشهد الله أني لم أمشي بك إلى معصية الله لم أمشي بك مرة إلى شيء يسقط الله تعالى منه فهذا الصحابي أو هذا التابع يعني حمد الله تعالى أن هذه القدم الآن التي قطعت منه وهي عضو منه قطعت منه وحمد الله تعالى أنه لم يمشي بها إلى معصية الله وهو يرجو بعد إذن الله عز وجل أن تشهد له هذه القدم يوم القيامة بأنه مشى بها إلى طاعة الله ولم يمشي بها إلى معصية الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد